السلام عليكم صباح الفل عاملين نيب معكم اخوكم احمد كمال ده فيديو من فيديوهات سلسلة ليه تربي النهاردة هنتكلم عن البيتبول وهنقول ليه تربي بيتبول في البداية صلى على النبي وقوله عبدالله صلى الله عليه وسلم يلا بينا نتكلم عن البيتبول وتعرف ليه تربي بيتبول يلا بينا بداية كده عزيزي المشاهد احب اقولك ان كلب البيتبول هو من الكلاب المظلومة جدا 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 في العالم كله ليه الظلم ده ناتج عن قطرة عدد البيتبول البيتبول انتهات فيه احتناينا جدا بيفرخ اعداد كويسة منتج ما شاء الله الدكرة بتتجاوز لوحدها والنوتي بتخلف لوحدها والدنيا ماشية زي الفل وبما ان صحتهم كويسة فبيؤدي ان هم بيعيشوا اعمار ما شاء الله كويسة وطبعا الانتاج بتاعهم بيبقى ممتاز وصحته يعني بيبتدي شطب متأخر مش بادري زي انواع تانية او فصائل تانية من الكلاب طيب بالنسبة لكلب البيتبول بما انه عدده كتير يعني مثلا لو اجمالي عدد البيتبول في العالم مليون كلم لو عشرة في المية بس منهم سيئين يعني ميت الف كلم مقارنة مثلا مثلا بين اكتر فصيلة تانية اللي تحتيه في العدد الجيرمن مثلا اكبر عدد فيها خمسمائة الف كلم اللي عايز اوضحه لك من المثال ده ان البيتبول عدده كتير وفرخه كتير ومحبينه اكتر لانه كلب لو انت قادر او عارف توظفه في الازية فهو مؤذي جدا طبعا ربنا يبعدنا عن الازية وربنا يبعد الناس كلها عن اي شر او اي حاجة سيئة اللي عايز اولوها كان الكلب عدده كبير فبالتالي السيئين اللي فيه بايدين قوي دايما الوحش هو اللي بيباني على الوش دايما القهوة الوش اللي هما شوية البن اللي مستووش هما اللي بيبقوا على الوش تمام فدايما الظاهر السيئ انما في بطن جميل وطعمه حلو وكلاب زي العسل خلينا ما نقطرش في المقدمة ونتكلم عن هذا الكلب المظلوم وسط يعني القطاع بتاع الكلاب بقى اكمله اول حاجة هنتكلم عن مميزات الكلب بص شرباطة يعني بجد شرباطة الكلب ده تدمه خفيف جدا عنده حتة سنة غباء كده بتميزه يعني عارف انت اللي هو صاحبك الغبي اللي بيدحكك هو ده كلب جميل وتغف كده وهو بيهزر تلاقيه رح واخدك بالحضن وممكن يوقعك وحاجات كده ايه بس طبعا على حسب ما انت معاود يهزر معاك ازاي بس انت لو ما اخدوا عليك قوي هو مجنون لعب ومجنون هزار وبيحب الاطفال جدا وبيستحملهم وبيصبر على غلستهم وعلى شدهم ودانه وتصوتهم والذاء والشد والكل ده بيصبر عليك ولا يعني افضل من مربية الاطفال طبعا كلب زي ما قلت لك كوميدي كلب دمه خفيف جدا طيب جدا جدا اللي هو لو حد دايقه او اي حاجة هو بيتناسى الموضوع بالنسبة مش بيشيل في قلبه طبعا هي بنسبة كبيرة هم قلبهم طيب لكن كل كلب اللي يتبعوا الشخصية في الفيديو ده انا هقولك عن الحاجات اللي في البيتبول اللي محدش يتكلم عنها او احنا لمسين الكلاب دي ربناها قبل كده فحقولك بنشوفها كل يوم في السوق فحقولك الكلب ماهيته ايه على ارض الواقع الكلام العلمي اللي مكتوب اللي هو بما ان هذا الكلب معمول للصيد اذا فهو كلبه هيبقى شرس حيوانات الكلب ده هيبقى فيه قوة عضلية جيدة قوة الفك مش حاولولك الكلام ده لان ده كلام سرد وكلام يعني لما تنزله على ارض الواقع في العملي هتلاقيه غير مطابق تماما للنظر يعني كلب البيتبول على فكرة فيه كلاب بيتبول كتير طيبين جدا مع الحيوانات مع الفراخ مع القطط مع كتير ما عندوش مشكلة مع الحيوانات طالما انت ما شرستوش على الحيوانات الكلب الطيب ولزيز طالما انت ربيته ان هو يبقى طيب ولزيز وخليت الناس طبطب عليه وما بقاش عندك مشكلة في ده بيتفاعل مع كلاب كتير بيمشي في الشارع كتير وبيشوف قطط الموضوع بالنسبة له عادي من هو صغير انت لو مربي معاه قطط في الشقة هو هيطلع بالنسبة له القطط حاجة عادية جدا ولا هيهاجم ولا هيزعل اي حد في اي حاجة طيب الكلب ده شجاع بدرجة عبيطة ما بيقدرش المخاطر اللي هو شايف صاحبه لقدر الله واقف في وسط النار حينطف وسط النار عشان صاحبه ما عندوش تفاعل مش زي الجيرمن مثلا لو انت بقى بتتفاعل او بتشغل كلاب هتلاقي كلب الجيرمن هو نبيه يعني انت بتغباطه بحاجة او حاجة الكلب بيفوت عشان يهاجمك انما البيتبول هو عندو استعداد لاستقبال الدربة مش مهم بس هجيبك يعني دماغه هجيبك مفيش هزار اضرب اعمل وبيستحمل استحمال غير عادي بيتحمل معاك جوع عطش جو حرارة انخفاض او ارتفاع بيتحمل معاك لأقصى درجة ومنعته نشاء الله من حديد ديف لي ده ان الكلب وهو شغال هو بيلغي ده تماما بمعنى ان هو انا اشتغلت اعضيت انا هتبت لو الكلب متضرب اوامر كويس ان هو خلاص اوت او سيب خلاص هيسيب خلاص بس مش هيسيب الا هو اما هو متضرب على الامر اما هو قاصر حاجة فبق فالكلب مش خطر طالما انت حرارك عندك سكينة في البيت اكيد نفس السكينة اللي حد بي حد هي هي اللي حضرتك بتقطع بيها التفاحة والكميترة والحاجات داشت انت كلها مهيت الموضوع ايه انت استخدامك ايه هي هي نفس السكينة انت هتعمل بيها ايه ده مهيت الامور طيب طبعا الكلب بشكله مميز وعضلي وحلو يا حبازة لو حضرتك طبعا بتربط فيه فردة كويتش وبتجريه كلب بيبني عضلات قابل لان هو يبقى عنده عضلات ويبقى شكله جامد طالما انت بتديله بروتين كويس طالما انت بتتغذي تمام بتدرب كويس الطعا ثم الطعا ثم الطعا في كلب زي ده طبعا ما فيهاش هزار كلب نضيف عشان هو جلد شعرته قصيرة جدا تكاد تكون يعني احنا بنقول عليه جلد بالبلدي لكن هو طبعا اللي هو شورت هير خالص فكلب ممتاز في حتة النظافة كلب لو انت حابب تقعد في البيت وتبقى الدنيا هادية والموت بتاعك هادي ورتمك بسيط في الحياة هو معاك لو انت رياضي وبتجري وبتتحرك بقى وشقاوة ويلا سفاري يلا مش عارف ايه معاك يلا بحر يلا بحر يلا نجري هيجري يلا نعمل اي حاجة هيبقى معاك هو معاك على كل حاجة وبيتطبع طبعا بطبع وتربية صاحبه ليه طيب تعالى بقى على الجانب السيء او العيوب الكلب ده اولا لا يصلح للتربية فاول تربية ليك لو انت اول مرة رب كلاب ابعد عن البيت بول لانه كلب الى حد ما عنيد كل كلب ليه شخصيته انا مش بحكم على الفصيلة ككل لكن يعنى هو سبعين لتلاتين عنيد يعنى لو جبنا عشر كلاب هنطلع منهم سبعة عنيدين وثلاثة متعين طيب ها لو اتكلمنا عن انه غبي هو غبي الى حد ما بصيغة كوميدية فعلا يعني الكلب يعني صديق غبي بس مش عايز اقول غبي اللي هو غبي بس يعني اللي هي الشتيمة او السيئة لكن هو فعلا والله مش مش كلب غبي قوي يعني هو كلب لو انت متعاود على الكلب الزكي زي الجيرمن مثلا او المالينو ده بالنسبة لك هيبقى غبي للامانة حتة العند لازم تكون مسيطرة عليه تكون انت القائد علشان الكلب ده لو حس ان انت شخصيتك مهزوزة معاه مش بتضرب على فكرة ومش باللفترة ومش بالزعيق ومش بالكلام ده خالص ان انت بس تدي له الوردر مع ملهوش والدلة انت ما بتهزرش لا خد الوردر ونفزه اللي هو ايه ما تهزرش منه خلاص مع ملهوش طب خلاص بقى مش مهم لا ياخد الوردر ينفزه طبعا مش كل مرة بس يعني زود النسبة ان هو ينفز كلامك طيب لو الكلب ده تشرز بزيادة هيبقى اداة مش كويسة هيبقى حاجة مش محببة لو تشرز زيادة عن اللزوم بدون اوامر وبدون من تتسيطر عليه او بدون ما يكون مربوط مثلا حيعمل من لك مشاكل كتير حيعمل لك مشاكل كتير يعني كتير قوي وطبعا في حدثة سابقة عن موضوع الكلب البولي اللي عد شخص ما وتوفى الله رحمه فخلي بلكم البولي غير البيتبول على فكرة لكن هم ولاد عام يعني القصة طالعة من بعضيها فنفس الدماغ ونفس التدريب ونفس الموضوع على فكرة ولا البيتبول ولا البولي هم اقوى شفاك في العالم الحاصل على اقوى فاك مش الاتنين دول تمام امتا تربي بقى بيتبول امتا ما تربيش بيتبول لو انت عندك وقت ومجهود لكلب بالطاقة دي بس ازاي ما قلتلك هو الكلب لو انت ربيته من هو صغير على ان هو يانتخ في البيت هو هيبقى كلب بج بالنسبة لك عارف انت بيريح وياكل وينامو بتاعه الدنيا جميلة انما لو انت جايبه كبير هو متعود ان هو اكتف ما انصحكش هاتوا من هو اجاره وطبعه على طبعك وده هيكون افضل حال ليك مع البيتبول طيب ام ارابي كلب بيتبول لو انا مثلا غوي سيد الكلب البيتبول لو تدرب سيد هيبقى تحفى معاك طبعا احنا كلنا في المدينة ومش في المدن يعني ومش بنصطاد ولا الكلام ده لكن كلب البيتبول حيستحمل معاك كل حاجة لو انت تربي بيتبول هو كلب لذيذ ولطيف وحبوب لو عندك اطفال ربي بيتبول لو عندك حد رياضي عبي يتحرك كتير ربي بيتبول لو انت عايز كلب يعود معاك بس برضو لو حد ربيه زي ما قلت لك على ان هو يبقى كسعول شوية ده هيتطلب منك ان تجيبه وهو جارو وعلى فكرة هتعيني من شاءوته وهو جارو انا بقول لك كل الجاروه بتعده وهي صغيرة عشان سنانها لسه بتطلع واللسة بتاعتها بتاكلها فما تقوليش بها الحقن يا كابتن على طول الرسالة اللي بدي بالجيل الحقونة جدعين الكلب بتاع بيعده وعملي ومقطع الدنيا وبتاع هم كلهم هم جاروه كده لو انت شخصياتك كيادية شايف ان انت تقدر تقود العلاقة ما بينك وبين الكلب ده هاتو حتى لو دي اول مرة ليك بس برضو لا ينصح بيه في اول متربية امت ما ربيش بيتبول زي ما قلتلك اول سبب ما تربيش عشانه بيتبول لو انت اول مرة تربيك لاب بس انما غير كده هو كلب ينفع لكل حاجة يفضل تجيبه من هو جارو يفضل تجيبه من هو جارو يفضل تجيبه من هو جارو كلب ده بالذات يفضل تجيبه من هو جارو لان هو بياخد قالب حياتك وبيتشكل عليه نصيحة شخصية من اخ لاخوه او اخته الكلب ده ما تهزرش معاه زيادة عن اللزوم ما تعودهوش عليك في الهزار لان هو عنده قوة عضلية تفوق القوة العضلية بتاعتك كانسان مرة من المرات هحكيلكم وقفين عن كلاب البيتبول ونصحتين شخصيين مني ليكم النصيحة الاولى ما تهزرش قوي مع الكلب ده لان مرة من المرات كنت بهزر مع الكلاب بتاعت البيتبول كلبة فيهم كانت جاروية عندها خمس شهور يعني انا طبعا نزل على الارض وبلعب معاهم يعني نزلوهم ان هما ايه بزقوا بتاعوا بلعب فالكلبة عضتني من خدي انا تصمرت كده اللي هو ايه ده ايه ده هي مفكراني شبهها والله بتهزر معيها ما هي بتهزر مع اخطاها كده بتعضاها من خدها من وشاها تشدها من ودنها فلقيت الكلبة عضتني من خدي انا اتقهربت ووقفت مش مستوعب وبعدتها وقلت له ما تهزروش معايا تاني كان ايام نيسوسية كلاب بتاعتي البيتبول الحاجة التانية لو انت عندك كلب بيتبول والكلب ده شرس او كلب حراسة يفضل ان حضرتك تكون معوده على الناس اللي في البيت كلهم لازم القصة التانية ان والدي لو تفتكروا كان معايا كلب بيتبول ابيض عين زرق او عين عسلي اسمه دياجو كلب ده كان اطرش كان بيتبول بس كان اطرش وكان يعرفني انا ويعرف اخويك كبير واعرف والدي ف القلب لقيته فجأة يعني والدي فضل بتاع شهرين ما بيجيش الدكان اللي انا بربي فيه كثر ما قد من تاسيه من التاسي دخل مرة بيدور على عدة الكلب نايم طبعا هو فتح الباب الساج اللي هو بيعمل ترررر ده وهو بيفتح طبعا الكلب مش سامع لانه اطرش ونايم هو مداش اخوانه ودخل بيدور في العدة جوا الكلب نايم بعرض الدكان وانا كنت يعني عمله ليش وربطه في عرض الدكان انه هو يبقى نايم في الدكان لان النتاج كانت جوا وكان معايا كلب بكنوة صغير ايامين عفوا فالكلب مش حاسس وهو بيدور كعب رجله خبط في دماغ الكلب بدون قصد طبعا الكلب بفتح عينه لقى شخص واقف مميزش ريحة مميزش اي حاجة نط وحضن الحج شايف الحتة دي كده الحاجة كان لابس قميز الحتة دي كده رح متعلق فيها وفضل يشد ويعمل كده وكده وبتاع الحج رح ازقه وطلع يجري برا الدكان عايز اقول لك الموقف ده خلاني مربيش بيتبول تاني والحج غضب على البيتبول وخلنا بيعهم كلهم فلازم لازم قوي ان الكلب البيتبول بتاع حضرتك لو متدرب حراسة لو بيهجم على الغريب اهل البيت والناس اللي بتتردد عليك يكون عارفهم كويس ما ينساهمش علشان ما يحصلش معاك حادثة زي الحادثة اللي حصلت معايا ومنعتني ان انا ربي السلالة الامر دي طبعا ده النصيحتين اللي هما الشخصيين اللي انا عشتهم على ارض الواقع وحبيت انقلهم لحضرتك عشان ما تتتغردش لاي لقدر الله مشاكل او اي حاجة سيئة ربنا يا رب يعني ايه يحسن ما بين ايدوك وكلكو وتعيشوا اجمل حياة مش شرط تربو كلاب انهم تبقوا مبسوطين دايما طبعا هنصل على النبي لان احنا وصلنا الاخر الفيديو ولو عبدالله صلات والسلام ولو فدتك ادعيلي بس خلاص لو ما فدتكش يا سيدي ادعيلي ان انا فدك المرة الجاية تمام كنت حابب انقل لحضرتكم طبعا خبرتي البسيطة طبعا عن البيتبول لانه كلبي يستحق ان احنا نربيه كلبي بتده ناس تكلف تربيته ويقولك لا مش حربي ببيتبول هربي كرسو اصل شكله اجمد هربي ماستيف اصل شكله اضخم هربي كلبي تاني سمعته انضف من البيتبول لا البيتبول كلب كويس واي ان كان هو تباعه الشخصية ايه ده بيترتب تباع اي كلب الشخصية بتنشأ من خلال تربيتك ليه والاساسيات اللي بتحطها فيه تدريبك للكلب شخصيتك مع الكلب درجة نشاطه بتحركه ايه بتدربه ايه كل ده بيتوقف عليه شخصية الكلب بتاع حضرتك اتمنى ده يكون فيديو كويس لحضرتك وصباحك فل وسهلا عليكم